اهلا بكم عزيزيان المشاهدين في حلقة جديدة على قناة تدريب كلاب كابتن محمد عبد الهادي بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن الامراض اللي بتصيب الكلاب في فصل الشتاء الفترة اللي ما بين فصل الخريف وفصل الشتاء بيحصل فيها تقلبات جوية كتير والتقلبات الجوية دي بتأثر كتير جدا على الكائنات الحية عموما وبرضه بتأثر على الكلاب بشكل كبير فبتلاقي الكلاب في الفترة دي ممكن تتصاب بأمراض زي البرفو زي البرد زي الرطوبة الأمراض دي ممكن تصيب الكلاب فيه خلال الفترة دي ايه الحاجات اللي انت تقدر تعملها وايه الحاجات اللي انت بتلاحظها على الكلب علشان تكتشف الكلب اتصاب بمرض ايه بالزبط اول حاجة اصابة الكلب بالبرد دي بتكون اه واضحة جدا لان الكلب وقتها بيقطع الاكل ومش بياكله بتكون درجة حرارته بتبقى ارتفع البرد لما بيجي للكلب بتلاقي الانف بتاعة الكلب بتبدأ انها تجف وبتقل فيها درجة الرطوبة لان بيكون درجة حرارة الكلب بيكون مرتفعة هتتصرف ازاي وهتعمل ايه في الوقت ده هتبدأ بسرعة تروح تدي ليه الكلب خافض ليه الحرارة ومسكن للألم وهتبدأ ان انت كمان تدي له مضاد حيوي وده طبعا بيكون حسب وزن الكلب وحسب عمر الكلب ودي لازم تكون في اسرع الوقات مجرد ما انت تبقى لاحزت على الكلب ان هو قطع الاكل وطبعا فترة قطعان الكلب للأكل لازم هتستخدم برضو محليل الوقت هيمر على الكلب بالعلاجات هيعد يومين يعد ثلاثة ايام لحد ما اتلاقي الكلب بقى كويس في الفترة دي مش هتقطع محليل عن الكلب الموضوع بيتطور احيانا بيتحول البرد ليه برفو يعني بيكون بداية المرض برد لكن ممكن ينتهي ببرفو ودي طبعا اه حاجات احتمال كبير واردة بنسبة فوق الستين في المية ان تلاقي الكلب في البداية كان متصاب ببرد بعد كده تلاقيه تحول لبرفو. آآ علاجات البرفو انا عملتها قبل كده في حلقة وآآ هسيب لك منها روابط اسفل الفيديو لو لو قدر الله حد اتصاب الكلب عنده بالمرض ده يقدر ان هو يعالجه بكل سهولة هو ببيته من جير ما يغرم نفسه يروح لدكتور بيطاري. المرض التاني اللي لازم تحذره وتخلي بالك منه لو انت مرب الكلب عندك في شقة او في مكان فيه بلاط سراميك. آآ مصدر بيطلع رطوبة من الارض تخلي بالك ان الكلب ما ينامشي على الاماكن اللي فيها رطوبة. لان الرطوبة دي هتأثر على عظم الكلب بنسبة كبيرة جدا. وهتلاقي بدأ الكلب يزك. بعد كده هتلاقي انت هتكتشف فجأة ان الكلب بدأ يزك. هيجي في بالك ان هو تخبط او حاجة زي كده لكن طبعا لو انت اهملت الموضوع الموضوع هيكبر وهتلاقي الكلب بدأ من الزك ان هو ما قدرش يدوس من مكانه خالص. فطبعا الحاجات دي لازم تخلي بالك منها من الاول مجرد ما لقيت الكلب رجليه مش قادر يحطه على الارض سواء امامية او خلفية تخلي بالك وتروح تشوف المشكلة في ايه بالزبط وتحاول ان انت تشوف وضعية الكلب بينام فين آآ لقيت الكلب بينام في مكان دافي يبقى هو ممكن يكون يتخبط لكن لقيت الكلب بيسيب المكان اللي بينام فيه وبيروح ينام على اي مكان فيه بلاط او اي مكان فيه رطوبة يعرف ان دي رطوبة وصلت لعظم الكلب هتعالج الرطوبة دي ازاي او هتتصرف ازاي مع الكلب لو لقيته بدأ ان هو يزك هتبدأ ان انت هتدي للكلب بيتامينات زي بيتامين دل او بيتامين هي وهتبدأ ان انت كمان تاخد الكلب وتطلعه في الشمس وهتدي له نسبة كلسم وحقا اعصاب وفي نفس الوقت كمان هتخلي بالك على ان الكلب وزنه ما يبقاش كبير علشان ما يبقاش تقل على رجليه لحد ما يبدأ الكلب ان هو يتعافى ويرجع الوضعه زي ما كان الاول دول اهم تلات امراض ممكن يصيبوا الكلب فيه فاصل الشتاء لكن فيه امراض تانية زي ممكن الكلب يجي له انتهابات في المفاصل ممكن يجي له اسهال شديد وده برضو بيكون بسبب انخفاض درجة حرارة جسم الكلب بشكل كبير ممكن الكلب يجي له جفاف في الجلد وده كله برضو بسبب البرد فلازم نخلي بالنا ونحافظ على درجة حرارة المكان اللي موجود فيه الكلب خلال فاصل الشتاء علشان تحافظ على صحة كلبك سليمة ان شاء الله رب العالمين يا رب ان كل استفدنا بحلقة النهاردة ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة